اشتركوا في القناة رشوة شكل من اشكال الفساد فساد بيدمر مجتمع بحاله قبول الرشوة في حد ذاته هو اقرار ببيع الامانة اي موظف بياخد رشوة او بيفتح الدرج كده بينكو صين او بالبلدي زي ما بيقوله انت بيبيع الامانة بتاعتك يعني بالاسف بني ادم ما عندكش امانة الرشوة للاسف شكل من اشكال الفساد ولازم عليك مقاومتها يعني وانت نازل رايح تخلص اي مصلحة في اي مؤسسة من مؤسسة الدولة ياريت بعد اذنك ما تحاولش تبقى راشي وما تحاولش ان انت ترشي الموظف اللي قدامك عشان يخلص شغلك لان ده حقك والدولة اقرت عليه انه هو ما ينفعش يكون مرتشي فاوع بعد اذنك ان انت تساهم في الرشوة ديت لان رسول الله لعن الرشي والمرتشي شويع الرشوة في اي بلد ده دليل على ان المجتمع اللي عايش في الدولة دي كله مجتمع فاسد طب بزمتك احنا النهاردة بقى مجتمع فاسد ولا مجتمع ناجح دي حاجة لازم نفكر فيها كويس ونقف قدامها ونحط تحتها مليون خط مشكلة كبيرة جدا ان احنا نبقى دولة كبيرة زي مصر وللأسف يتالع هنا مجتمعات فاسدة بسبب الناس اللي بترتشي والناس اللي بتخلص شغلها او بتخلص شغل الجمهور بالرشوة انت عارف ان انت كمرتشي ان انت كده خائل للامانة وبتخل بواجبات الوظيفة بتاعتك حتيجي تقول لي ما العيش نار والمرتب مش مكفي تقدر تشتكي وتقدر تطلب حقك بمنتهى الادب من غير ما تدخل على بيتك وتدخل على نفسك ارش حرام تقدر تشتغل شغل اضافي وتقدر عندك مئة الف طريقة ان انت تحاول تمارس بها حياتك وان انت تكسب ارش بالحلال من غير ما تكون مرتشي طب انا عايز اقول لك على حاجة كمان مهمة جدا النهاردة اللي بيدفع رشوة عشان خاطر ياخد حق مش حقه حيجي عليه اليوم ويدفع فلوس عشان ياخد حقه هو شخصيا برضو بسبب الرشوة على فكرة الرشوة عمر غير اخلاقي بالمرة طب انا حديك مثل صغير النهاردة لو دخلت اي مؤسسة او اي مصلحة حكومية بتتعامل مع الجمهور على فكرة سهل جدا تعرف المرتشي او تعرف الموظف اللي بياخد رشوة هتبص تلاقي على وشه غضب ربنا لان اللي داخل جوفه مش حلال ودي حقيقة فعلا سهل جدا تميزه وبيبقى باين عليهم بسبب اكل الحرام من رأى منكم منقرا فليغيره لما تبقى محطوط في موقف ان انت مضطر ان انت تدفع فلوس لحد بيرتشي او ان هو موظف عايز ياخد منك فلوس عشان خاطر يمشي لك مصلحتك واجب عليك انك تبلغ عنه طب انا هقولك على معلومة يكن منك كتير ما يعرفهاش من سنة 2014 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تم ضبط اكتر عدد من الموظفين في تاريخ مصر بالكامل 3500 موظف مرتشي وقعدين على كراسة ايلة ما بالك الاعداد اللي تحت عاملة ازاي على فكرة الدولة كلها بتحارب اي موظف مرتشي مش عايف في المؤسسة اللي بتتعامل معها يعني مثلا لو زبطنا مستشار مرتشي ده مش عايف في وزارة العدل بالعكس لان كل واحد مسؤول عن ضميره وكل واحد مسؤول عن نفسه بس توجهات الدولة بتقول انك لازم تبلغ عن اي مرتشي على فكرة فعلا العدد اللي قلته صحيح 3500 مرتشي قعدين على كراسة ايلة من منهم كان لواءات في الجيش وكان منهم من لواءات في الشرطة ومستشارين ومحافظين ورؤساء حياء دول تم الابضع لهم متلبسين باواضي رشوة وفساد بارقام فلكية لا تتخيلها الرشوة عمل غير اخلاقي وبتفقد الناس الثقة في مؤسسات الدولة ودل حاصل معنا النهاردة يعني اي حد فينا الصبح النهاردة هو نازل يخلص مصلحة ليه بيبعارفه متأكد كويس قوي انه لازم يدفع عشان يحصل على اللي هو عايزه بس للأسف الدولة بتحارب الكلام دوت واحنا كمال لازم نحارب الكلام دوت ارجوكم اي حد فيكو نازل من بيته الصبح راح يخلص اي حاجة في اي مصلحة حكومية لو وجهت موظف زي كده اوعى تتردد لحظة ان انت ببلغ عنه لانه هو بياخد من حقك ومن حق غيرك مناش دعوه بقى هو مسؤول عن نفسه رد ان يدخل على نفسه القرش دوت او رد ان هو يأكل نفسه من الحرام ويأكل ولاده ويفتح بيته من الحرام دي مسؤوليته هو الشخصية القانون هيحسبوا عليها ويوم الايام ربنا هيحسبوا عليها في حديث جميل جدا عن عبدالله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتاشي يعني اللي بيدفع واللي بياخد اللي اتنين ربنا بيلعنهم في كل لحظة وفي كل وقت وبيلعنهم في اللقمة اللي بيأكلوها ومش مبارك لهم في اي حياتهم وزي ما قلتلكم قبل كده لما بتخش اي مؤسسة حكومية بتقدر تعرف الموظف ده بمنتهى السهولة من غير حتى ما توقف قدامه او توقف في الطبور لانه قبل على نفسه الحرام حاولوا تكفحوا الرشوة بكل الوسائل الممكنة تبلغ عن اي مرتاشي وما تترددش لحظة وما تخافش من حاجة الدولة كلها في ظهرك من اول رئيس الجمهورية لحد اصغر موظف في الرقابة الادارية خلصت حلقتنا النهاردة اشوفكم على خير سلام اشتركوا في القناة